وانا بدي تسمح لي انا بمثل للناس في وفي واضرب الامثال والله لا اوذيك ولا اوذي نفسك شكرا الله الناس بنتظر المهدي ماذا تريدون من المهدي يعني غفل الناس عن علم مهم في المهدي اللي هو اسمه شو اسمه لا لا مش محمد بن عبدالله لا لا مش محمد بن عبدالله بالعكس التابعين اعلم مني ومنك ما كانوا ينتظروا محمد بن عبدالله محمد بن سيرين تعرفه من علماء التابعين كان يعلمهم عن المهدي قالوا له عمر بن عبدالعزيز المهدي قال لا لا ما قالهمش هذا عمر وهذاك محمد فالتابعين والاعيان بينتظروش محمد الاسم بالعكس فيما اللي بتسموه المنطق اسمه كل اسم الا محمد اسمه كل اسم الا محمد اسمه كل اسم الا محمد لانه محمد لا يواطئ محمد محمد لا يواطئ محمد محمد لا يواطئ محمد الشيء يواطئ غيره ولا يواطئ نفسه فإلو أي أسم إلا محمد لما قال يواطئ اسمه يواطئ اسمي واسم أبي اسم أبي فقد يكون أسم أبي أسم أبو النبي إنما الأسم مواطئة فلاحظ يعني الحديد يواطئ مثلا معدا ما الحديد يواطئ مثلا معدا ما ولكن الحديد لا يواطئ الحديد الحديد يواطئ شاء الأخ إنما غفل عن المهدي لأن النبي لا يعيدنا بملك ولا يعيدنا بزهرة الدنيا يعيدنا بالهدى هو بما جاءنا بالهدى فإذا ورث وراءه أو وعد وراءه بما يعيدنا بهدى فهذا الذي ننتظره ننتظر منه ماذا شيء هدى فإذا كنا ننتظر هدى حقيقة النبي مهدي المهدي كله وآلاف آلافه نضيع في النبي عليه الصلاة والسلام القرآن هدى فإذا حقيقة نريد المهدي هاي القرآن وهي النبي إذا جاءنا المهدي بشيء غير القرآن والسنة أنكرناه من الآن أقول لكم لا تصدق المهدي إذا جاءكم بشيء ليس في القرآن وليس من حديث جده محمد عليه الصلاة والسلام فبالتالي ماذا تنتظرون إلا أن يقول المهدي قال الله قال رسوله فإن كنتم تنتظرون هذا فقد قال الله وقال رسوله فماذا تنتظرون من المهدي ولكن أحرج عليكم وأنصح لكم أخشى إذا جاءكم أن ترجمة نانسي قنقر